اهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في مناقشة الملاف الثاني من هذا المساء يتجدد الجدل في تونس بعد ساعات من نيل الحكومة التونسية الثقة البرلمانية جدل يتمحوره حول تنصيب وزراء المحسوبين على الرئيس التونسي قيس سعيد والذي يتهم بمحاولة الاستئثار بالسلطة التنفيذية فبعد ان نالت الحكومة الغالبية من الاحزاب البرلمانية وعلى الرأس المصوتين لا كان اتلاف حركة النهضة وقلب تونس الا ان الحزبين يعارضان تنصيب بعض من الوزراء وطريقة اجراء المشاورات وهوية الحكومة التي تضم كفاءات مستقلة عن الاحزاب السياسية فثم تمنيرا ان حزب النهضة وبتصويته على من حفقة للحكومة الجديدة التونسية قد فوت على الرئيس التونسي فرصة حل البرلمان فرأيس التونسي الذي كان وقد انتقد المناورات السياسية يراه المراقبون يدخلها من اوسع ابوابها وان الحكومة باتت امتدادا للسلطة الرئاسية اذا هل تأييد النهضة للحكومة التونسية جاء فقط تفاديا لحل البرلمان وهل فعلا باتت الحكومة التونسية امتدادا للسلطة الرئاسية وإلى اي مدى محاولات قيس سعيد التدخل في صلب عمل البرلمان من قراء الكواليس سيقلص فعلا من نفوذ حركة النهضة هذا ما سنجيب عليه واكثر في ملفنا الثاني ولكن بعد هذا التقرير النواب التونسيون يمنحون حكومة التكنقراط برأسته شامل مشيش الثقة في خطوة جنبت البلاد خيار حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات تشريعية مبكرة الحكومة المشكلة من قضاط واكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص أصبحت ثانية حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستة أشهر الحكومة الجديدة مهددة من صراعات سياسية بين أحزاب البرلمان وصراع آخر بين البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامية مع رئيس الجمهورية قيس سعيد لكن المشيشي وصل إلى السلطة بفضل سعيد الراغب برئيس حكومة مقرب منه وحزب النهضة في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة لقد اخترت الاستفادة في وصف الوضعية الاقتصادية السعبة ومؤشراتها الخطيرة لا لتحميل المسئولية لأي طرف بل لاستخلاص النتائج والعبر بكل شجاعة وللتنبيه إلى ضرورة المرور إلى العمل الجدي لإنقاذ بلادنا الآن وحالا ودون تأخير أما الصعوبة الثالثة فهي وضعية اقتصادية صعبة مع بلوغ الدين العام ثمانين مليار دينار بينها سبعة مليارات ونصف المليار يجب سداده في العام الفين وعشرين الحكومة يجب أن يترتب عملها أيضا على تخفيف معدل البطالة المقترب من العشرين بالمئة بسبب كورونا وإنعاش القطاع العام وهو تحدي صعب في غياب دعم برلماني قوي تونس التي تعاني لإنجاز ميزانيتها يفترض أن تستأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولي صندوق انتهت مدة برنامجه الممتد على أربع سنوات في الربيع الماضي لمناقشة هذا الملف استمرارا من الملف الأول نجدد ترحيبنا بدكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية معنا من باريس وأيضا أهلا بك دكتور مراد بن عمار كاتب ومحلل سياسي أيضا ينضم إلينا من باريس وينضم إلينا أيضا السيد وجيه بالفريخة ناشط تونسي سيد وجيه أفتتح هذا النقاش معك يعني إلى أي مدى نرى بأن تأييد قلب تونس وحركة النهضة للحكومة الجديدة ما هو إلا تجنبا لحل البرلمان الذي قد يقع تحت سلطة الرئيس التونسي والذي فعلا يقع تحت سلطة الرئيس التونسي تحية لك أستاذة وتحية لذيوفك كرام أولا من الملاحظة أن أغلب نقاشات والحوارات في مجلس النواب كانت تدور حول رئيس الجمهورية كان هذا الصراع محتدم بين رأسي السلطة التنفيذية كانت هناك عدة عرقيل وعدة مشاكل واجهت هذا التحول الديمقراطي ومن بينها الصراعات التي كانت تدور في الأحزاب السياسية أنتم كم تعرفون أن النظام في تونس هو نظام برلماني يعني السلطة التنفيذية يجب المصادقة عليها والتصويت عليها من البرلمان السلطة الحقيقية هي في البرلمان ما كنا نرىه في الثمانية أشهر التالية هو انقلاب الدستور ليس انقلاب على الشرعية كاملا لكن كنا نرى مشهد سريالي كان عبث في الحياة السياسية في تونس من ناحية هناك نظام برلماني ومن ناحية الأخرى نجد أن الرئيس الجمهورية يريد أن يستحوذ على السلطة التنفيذية ضربت له الحظ وعين رئيس بالدستور طبعا عين رئيس حكومة لكن يجب الرجوع للبرلمان وكانت هذه المشكلة سيد الكريمة المشكلة أن البرلمان يريد فتي كيك الكرة في الملعب عنده يعني يحب يحب يرجع السلطة لمكانها الحقيقي وهو البرلمان لأن الرئيس الجمهورية نرىه كدخل في صراعات سياسية دكتور مراد إذا صدقت التقديرات بأن دعم الأحزاب الكبيرة جاء فقط لمنع حل البرلمان هذا يعني أن نيل الحكومة الثقة لم يحل الأزمة التونسية ولا إنما أجل هذه الأزمة إلى محطة أخرى محطة قادمة أهلا وسهلا بكي وبيضيوفك الكرام أريد أن أشير إلى مسألة هامة أن مرور حكومة المشيشي وخطاب رئيس الجمهورية البارحة يؤكد نهاية قيس سعية سياسية أريد أن أقول لك ذلك لأنه تكلم بطريقة انفعالية وكأنه ليس برئيس جمهورية فأنت تعرف ربان الباخرة أو الذي يقوده الطائرة حتى في الأزمات الجوية الكبرى يخرج لتهدئة المسافرين وبالتالي حتى لو شعر قيس سعية بالوجع وبالألم من هذا التحول في وجهة المشيشي لأن المشيشي في الأيام الأخيرة خرج رئيس حزب قلب تونس وراشد الغنوشي يقولون بأن قيس سعيد قال لهم يجب إسقاط حكومة المشيشي الذي عينه هو وبالتالي من جهة أخرى قال لهم سوف لن أحل البرلمان بهذا يحيلنا إلى مسألتين هامتين يأما أن قيس سعيد والذين بحوله يقولون له في صورة إخفاق المشيشي سيتبين أن اختياراتك خاطئة وبالتالي فهو غير قادر على تنصيب الشخصية التي أن تقود تونس ولو نسبيا لتهدئة اجتماعية يمكن من خلالها نعم خروج من الأزمة الاقتصادية الحاصلة ومن جهة أخرى والمسألة الثانية يمكن أن هشام المشيشي لبس ثوب الوزير السابق في حكومة باجي قيد السبسي وهو سيد يوسف الشاهد الذي تنكر للباجي لحظة عينه وبالتالي المنتصر الأول في هذه المرحلة هي حركة النهضة وأنا المرة الفارتة معكم ذكرت جزئية مهمة جدا أن على الرغم من الشتائم التي تحصل لرشد الغنوشي في هذه الفترات منذ توليه منصب رئاسة الحزب وهو يتعامل بالكثير من البروت وأريد أن أقول لك أن النهضة وقياداتها خرجت من الفقر إلى الثراء وأنت تعرفين أن سياسيا لا يمكننا أن نكون متميزين وأن نتحكم في عصابنا وفي انفعالاتنا إلا إذا ما كنا مسنودين بالكثير من الأموال ومن كثير من الدعم نعم وصلاة الفكرة دكتور يونس يعني تونس ومنذ الفترة يعني منذ فترة الثورة وهي تعاني من أزمة سياسية وبالغالب من فراغ حكومي مراكمة المشاكل الاقتصادية وتشعبات هذه المشاكل هل لحكومة كحكومة المشيشية التكنقراطية أن تحل كل هذه التراكمات أم هي فقط ستحل الأمور على السطح إضافة إلى التحدي ربما الاقتصادي لهذه الحكومة وهو مرتبط بالنسبة المديونية بخلق فرص الشغل بمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا وغيرها من الأمور الاقتصادية التضخم وغيرها من القضايا هناك تحديات ربما سياسية عند هذه الحكومة أولا هذه الحكومة كسبت أصوات داخل البرلمان لكنها لم تكسب ثقة البرلمان وهذا هناك فرق كبير في هذه المسألة فهي محتاجة إلى تجديد اتقام مع جميع الفاعلين السياسيين لتثبيت أمور هذه الحكومة وحتى لا يحصل لها ما حصل لسابقتها وأن تكون فقط حكومة عابرة لمدة شهور معينة النقطة الثانية هي مسألة وهذه مهمة رئيس الحكومة هي كيفية إدارة هذا الصراع في دولة فيها ثلاث مراكز للنفوذ فيها مركز النفوذ لعند الرئيس الجمهوري ومركز النفوذ لعند الرئيس البرلمان وفيها رئاسة الحكومة ففكرة خلق مناخ للتوافق ومناخ للنقاش بين هذه الأطراف كذلك نقطة جد مهمة لكن في المحصلة نحن أمام حكومة ربما أنقذت أطراف معينة من فكرة حل البرلمان خلقت ربما موقت مستقطع بالنسبة لهذه الأطراف لكسب مزيد من الوقت علما على أن هناك أطراف في تونس وهذه مسألة نذكرها كل مرة على أنها مرتبطة بالتدخلات خارجية سواء كان الحديث عن دغة خليجية مثل قطر والإمارات أو حتى تركيا هذه كلها دول حاضرة في الحاضنة التونسية لكن في نهاية المطاف الصورة التي تسوق حاليا عن الساحة السياسية التونسية هي صورة سيئة ولا يمكن أن تساعد البلد على المرور في مرحلة انتقالية لانتقال ديمقراطي لأنه فكرة عدم الاستقرار فكرة عدم التفاهم فكرة توغل حركة الإخوة المسلمين عن طريق النهضة فكرة الأزمة الاقتصادية هي كلها أمور لا تجلب مساعدات من الخارج لا تجلب برامج اقتصادية مقدمة من طرف صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تجلب استثمارات أجنبية مباشرة في الوقت الحالي فلذلك الصورة حاليا هي صورة فعليا صورة سيئة لما يحدث على الساحة السياسية وهنا ينذكر ملاحظة جد مهمة هي على أن تبقى ربما حركة النهضة صحيح أنها الفاعلة ربما الأهم في المعادلة السياسية حاليا في تونس ولديها القدرة ربما على خلق توافقات وحتى على خلق علاقات من خلال شبكة العلاقات التي لديها على مستوى الغارج لكن تظل هي المسؤولة بشكل رئيسي عن كل ما يحصل في تونس لأنها مرت من السلطة تسلمت السلطة إما عن طريق حكومة كما حدث بعد تورة 2011 أو كما يحصل حاليا لأن مركز رئاسة البرلمان يتيح صلاحيات مهمة داخل أروقة صناعة القرار الموجودة في تونس بعكس مركز ربما رئاسة الجمهورية التي تظل صلاحياته هي صلاحيات محدودة يحاول قيس سعيد في محاولته مؤخرا أن يتجاوز هذه الصلاحيات إما عن طريق ما يسرده هو للإعلام من تصريحات على أن هناك مؤامرة وعلى أن هناك استهداف شخصي لرئيس الجمهورية أو في محاولة تعيين حكومة وهنا يجب أن نفهم نقطة جد معينة لأن هذا تساؤل مهم فكرة القول على أن هذه حكومة تكنقراط ماذا يعني فكرة تكنقراط لأن هذه الكلمة أصبحت صراحة كلمة شعبوية ويتم استعمالها في العديد من السياقات تكنقراط بمعنى أن يكون هناك خبير أو مختصين في مجالات معينة هؤلاء موجودين أصلا في الوزارات موجودين كمستشارين موجودين كمديرين للإدارات لكن لا توجد فكرة حكومة تكنقراط بمعنى أنها خبراء خالصين من الجوانب السياسية سوف تكون لهم ميولات سياسية سوف يكون لهم قناعات بالاتمام بالدولة ثم أن السياسة يفعلها السياسية ولا يفعلها تكنقراط سنتوسع معك أكثر في هذا المحور سيد وجيه حركة النهضة أيضا لوحت بسحب الثقة عن هذه الحكومة بعد أشهر في حال لم تحل الأزمات هل هذا تحصيل حاصل بكل الحالات الغنوشي وهركة النهضة سيسعون أيضا لسحب ثقة الحكومة حكومة الكفاءات على أي سبب من الأسباب كما يراه بعض المراقبون طبعا هي من حقها هي فيزة في الانتخابات هي عندها الأغلبية في البرلمان من حقها تحكم هذا هو المسار الطبيعي والحقيقي في كل الديمقراطيات سيد العزيز وهذا هو المشكل الرئيسي في تونس أن بعكس كل الديمقراطيات في العالم نجد أن الفائز في تونس لا يحكم هو في المعارضة يهمش لا يستدعى كي يناقش وكي يناقش الحكومة وكي يعطي وزراء أو كي يتشاورون معه يهمش ونجد اللجاء الذي لم يجب حتى مقعد واحد وهو يوسف الشهد ليس يوسف الشهد رئيس الحكومة الفارض هو الذي يعطيه كي يكون رئيس حكومة هذا هو المشكل الحقيقي سيد العزيز ومنطق المغالبة السياسية هذا هو الذي أدى في تونس إلى أن السياسة تلخبط هناك مشهد سريالي غير عادي في تونس هناك عدد عديد من الرؤوس التي تحكم في تونس الرئيس الجمهورية يستدعي كل أسبوع تقريبا نوردين طابو رئيس النقابة يستدعي كل الأطراف التي لم تنتخب الشعب ويهمش السياسين ويهمش الأحزاب التي انتخبها الشعب التي جاءت بالصندوق هذا هو المشكل ليس هناك حوار بين الأطراف السياسية بين رؤوس السلطة بين الرئيس هناك حرب حقيقية بين رئيس البرلمان ورئيس الرئيس الجمهورية نعم دكتور مراد استمعنا إلى وجهة نظر السيد وجيه بأن الشعب بنهاية المطاف اختار حركة النهضة التي تمثل الأغلبية في البرلمان وبالنهاية هو لا يحصل على تمثيل يعني كاف دعنا نقول هذا في الوزرات وإلى آخره هل هذا يعني بمعنى آخر أن قيس سعيد لا ربما ما عاد يعني يثق بالبرلمان أو يثق أيضا بحركة النهضة كما قلت في البداية يعني في حال تم تعيين الوزراء المحسوبين عليه كما يرى المراقبون هل هذا يعني امتداد لسلطته الرئاسية أم عمليا عزل حركة النهضة عن المشهد الوزراء الذين تم تعيينهم من طرف رئيس الدولة وترفضهم حركة النهضة هو الحجة الأولى والرئيسية والأسيستية على بقاء هشام المشيشي أو اندثاره كما اندثر الفخفاخ من قبله سيدتي العزيزة أريد أن أشير إلى مسألة هامة أن الديمقراطية هي أساس جواني ذاتي لكل فرد عندما تبلغ درجة الوعي لدى أفراد المجتمع لإصلاح البلاد وتقويم الانعواجات والانكسارات التي موجودة فيها سيمكننا أن نتحدث عن نهوض اقتصادي تونسي والسياسة حمائية وستجد جميع الأطراف والدول الخارجية لموقع تونس الاستراتيجي في المساعدة والدعم وكيف ستصل تونس في هذه الحالة إلى هذا المصر ولهذه المقطع المسألة سيدتي أن الذين وقعوا اختيارهم من طرف الشعب هم صورة نموذجية لطريق التفكير الشعب ذاته الشعب لا يريد أن ينهض بالبلاد فتوجد فئة كبيرة وكبيرة جدا استطيع أن نقول لك أنها في شكل عصابات هي التي تدير دواليب الأحزاب ذاتها وهي التي تطمئنها في فترة الانتخابات المقبلة ستكون سندا إليها إليك الانتخابات البلدية الأخيرة في أدة مناطق هل اندثرت وتلاشت النهضة؟ صحيح أن العديد من المستقلين هم الذين احتلوا المراتب الأولى لكن النهضة موجودة لأن النهضة أصبحت لها مجموعة من الذين ينتهزون ومن الذين يمولون في فترات الانتخابات لا يمكن أن تتخلى عنهم لكن المستوى الأهم في هذا كله إن هشام المشيشي لاحظوا خطاب الرجل مثله مثل علي العريض والبيجي قيد سيبسي الله يرحمه ومثله مثل جميع الذين خطبوا في ذلك المكان خمسة نقاط وسننهض إن النهوذ الاقتصادي على مر التاريخ لم تستطع حصرها المؤرخين المؤرخ لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة في الإنجازات البشرية الشعوب التي تعمل وتنتج هي كتل شعبية كاملة تعمل على تأسيس دولة تحترم تحترم في نظافتها تحترم في مسؤولية مواطنها تحترم في احترام مواطنها للقانون أنا أراهنك والذين يسمعون وظيوفك الكرام على مسألة لا يوجد أي شخص في تونس لا يوجد أي شخص واحد في تونس لمرة واحدة فكر في أن يستهلك تونسي بل الأدهى من ذلك في مرة من المرات الرأس الأول المدبر على الاستهلاك المنتوج التونسي وجدته فرصة في فضاء لم يشتري ولو منتوج تونسي واحد نعم وصلت الفكرة دكتور مراد نعم وصلت الفكرة دكتور يونس يعني استمعنا إلى الترحاب أيضاً عربي وأوروبي للحكومة الجديدة التونسية على الرغم من تحدثنا عن حضنة تونسية يعني المشبعة من أطراف أخلى التي ذكرتها حضرتك كقطر وتركيا إلى أي مدى يعكس هذا الترحاب لسياسات قيس سعيد التي تعتبر لربما سياسات محايدة نسبياً في المنطقة يعني فكرة الترحاب هي إجراء بروتوكولي لكن هذا لا يعني أن هناك اهتمام بالشأن التونسي داخل أروي قد صناعة القرار على الأقل بالنسبة للدول الأوروبية التي ما تهدف إليه بالنسبة للحالة التونسية هي أن تظل البلد مستقر ولا أن يكون هناك إنفلات أمني وبالمناسبة هذه فرصة التأكيد على نقطة جيد مهمة الدول الأوروبية وحتى فرنسا من بينهم ليست لديها أي مشكلة مع حركة النهضة ومع راشد الغنوشي وأكبر دليل هو أن راشد الغنوشي لا يتم انتقاده في الإعلام الفرنسي بتاتاً لا يتم ذكر اسمه يتم التعامل مع هذه الحركة كأساس أنها حزب سياسي وأنها مشاركة في عملية ديمقراطية لكن الفكرة حالياً هي بعودة إلى الشأن الداخلي التونسي أنا متفق على فكرة على أن هناك عوائق قضية التقافة وقضية لوعي لكن حتى تركيبة المجتمع نفسه لأنه الديمقراطية الغربية بنيت على فكرة الطبقات على أن هناك ثلاث طبقات طبقة فقيرة طبقة وسط وطبقة غنية هذه المسألة غير موجودة في الدول العربية وعلى وجه الخصوص في تونس لأنه ربما الاختلاف في تونس أنه هناك مسألة الانتماء للعائلة للعائلة السياسية من جهة أخرى مسألة الجهوية ما بين المدن الداخلية وما بين المدن السواحلية اللوبيات حتى التي تعمل لأنه ريجبا نتذكر على أن أهم اتفاق سياسي حدث منذ التورة لليوم كان الفاعل الرئيسي فيه هي النقابات التي حصلت فيما بعد على جائزة النوبل للسلام هناك دور مهم حتى لأرباب العمل وتم الاستعانة بهم مثلا من طرف نبي القروي في الحملة الانتخابية سابقا في الرئاسة فالفكرة أن الفاعل السياسي غير ناضج حاليا لكي يمارس عملية ديمقراطية ويتم استعمال كلمات ومصطلعات من قبيل تكنقراط وغيرها من المفاهيم لكن في نهاية المطاف نحن أمام مشهد عبتي مشهد أهم ميزته حاليا هي مسألة الاستفاف ومسألة الاستقطاب هناك قطب يشكل من طرف النهضة وباقي بعض الأحزاب التي تتعامل مع النهضة محمد عبو عبد الفيز لكن في نهاية المطاف خليفة للنهضة وقد لا أستبعد مستقبلا أن يكون هناك حتى توافقات ما بين قيس صعيد ومبعض بعض الأطراف الأخرى المنتمية للنظام النظام السابق مثل عبير موسي وغيرهم سيد وجيه دكتور يونس قال عن الاستفافات هل هناك خيارات أخرى للنهضة في حال مضى رئيس صعيد في تقليص دورها في الحياة السياسية التونسية سيد قريم أنا لا أتفق مع الأستاذ يونس أولا في قضية قيس صعيد لا يتواصل خارجيا أبدا هناك مشاكل عدة مع الجارة ليبيا وهذا مثال من أمثلة الجارة ليبيا لم تستطع على لسان أحد زعمية لم تستطع التواصل مع رئاسة الجمهورية نحن عنا حدود تتجاوز 500 كم أكثر ولنا عدة علاقات اقتصادية وتبادل التجاري كبيران مع الجارة ليبيا لنهيك على الجارة الجزائر وقيس صعيد مشكلته أنه يسود هناك غموث كبير يسود في القصر حتى الصحافة لا تستطيع أن تتواصل معه ليس الخارج فقط الصحافة علاقاته الدبلوماسية في الحديث تونس في العادة وفي التاريخ معروفة أنها رغم أنها على الحياد لكن نشي تقالينا على المستوى الدبلوماسي الخارجي ولنا علاقات طيبة مع كل الجيران وكل الدول العربية ورغم كل هذا سيد وجيه نعم يعني تبقى لدينا أقل من 20 ثانية نعم تفضل أما الشأن الداخلي الأحزاب تريد أن تلعب دور رئيسي في المجتمع لكن هناك عصابات وكوات داخلية لا تتركها تلعب ولا تتركها تقوم دورها السياسي النقابات في تونس شكرا لك سيد وجيه للأسف الوقت نفذ منا شكرا لك سيد وجيه الفريخة ناشط تونسي شكرا لك أيضا دكتور مراد بن عمار كاتب ومحلل سياسي ودكتور يونس بالفلاح شكرا لك أستاذ العلاقات الدولية كنتم معنا من باريس إلى اللقاء مشاهدينا اشتركوا في القناة